قاعات غزت بالحضور من مختلف الفئة والأطياف وفي مختلف ربوع الوطن نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هكذا كان شعار كل من راكب أمواج الوقافات التضامنية التي هزت ولايات الوطن نصرة للقدس تعيى فلسطين نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وتزاير توجه وقفة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وتعيش فلسطين تعيش فلسطين أبناء منطقة القبائل بمدينة تيزيوزو هبوا إلى قاعة مولود معمري التي احتضنت الحدث للتعبير عن الموقف التاريخي الثابت لسكان المنطقة تجاه القضية الفلسطينية على عهد آبائكم وأجدادكم وأنا على ثقة تامة من أنكم لن تخونوا وخاصة هنا بلاد عميروش وبلاد علي ملاح وغيرهم كثير أنا باقسانطينا جيجر الأغوات بشار ومدن أخرى وكبت الحدث في تجمعات ذخمة ربطت جسورا مباشرة مع القدس نشكر جمعية العلماء المسلمين وتحية للجزائر العزيزة رئيسا وشعبا وحكومة على موقفهم النبيل والشريف من هذه القضية التي هي قضية مصيرية فإما أن نكون أو لا نكون نشكر الشعب الغواطي على هذه التلبية فقد حاضروا بكثرة ثم الإخوة في فلسطين نقول لهم أنها دائما معكم والجزائر دائما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة نقف هذه الوقفة وقفة رجل واحد هكذا إذن تعالت أصوات الجزائريين نصرة للقدس عاصمة فلسطين التي لن يغيرها قرار ترامب وهكذا تضامن الجزائريون مع قضية القلب فلسطين ظالمة أو مظلومة